إيران والإرهاب هما أكبر المخاطر الأمنية التي تهدد استقرار منطقة الشرق الأوسط وحلفاء الولايات المتحدة هناك هذا ما أجمع عليه المتحدثون في معهد هودسون لمحاربة التطرف والتشدد في المنطقة بما فيه قطر وإيران والإخوان المسلمون يتعين على الكونغرس أن يوضح بأننا سنواصل الالتزام بالاتفاق النووي لأنه بذلك تسنح لنا الفرصة للعمل مع الحلفاء ولمحاولة فرض عقوبات دبلوماسية واقتصادية على إيران بحيث تقتنع بضرورة جلوسها إلى طاولة المفاوضات وإجراء محادثات حول المسائل الأخرى المتعاقبون على المنصة الملتقم المسؤولين أمريكيين سابقين لشؤون الأمن والدفاع ومشرعين وخبراء أمنيين ودبلوماسيين أكدوا على ضرورة الحد من التمدد الإيراني بأشكال مختلفة في المنطقة والتي تظهر ملامحه واضحة في العراق وسوريا ولبنان واليمن بشكل مباشر وفي دول أخرى بشكل غير مباشر من وجهة نظر أمريكية أمنية تم الاتفاق على مشكلتي إيران والإرهاب بالتأكيد هناك مشكلات أخرى لكن هذين المشكلين هما ما يشكل أولوية في الوقت الحاضر الخطر الآخر كان ذلك المتعلق بالإرهاب بتنظيماته المختلفة مثل داعش والقاعدة وحماس وحزب الله وبقية المنظمات الجهادية أو في صورة الخطاب المتطرف الذي تدعو إليه تنظيمات أخرى فهذا الخطر يحتاج إلى مواجهة عسكرية ميدانية مفتوحة إضافة إلى جهد آخر على مستوى الحرب الفكرية وهو الوجه المدني لهذه الحرب أعتقد أن هذه الحرب هي أطول حرب تخضها الولايات المتحدة في تاريخها فهي أطول من كل الحروب في تاريخنا بالنظر إلى جميع الحروب التي خضناها هنا في الداخل أو في الخارج ما يزيد في حجم التحديات في المنطقة حالة الإضطراب التي تشهدها عدد من الدول هناك الأمر الذي أضعف الحكومات المركزية وفتح الباب أمام نشاطات التنظيمات الإرهابية وسمح لها بإيجاد مزيد من المساحات نريد من قطر التزاما حقيقيا بإنهاء موقفها المخادع من مسألة دعم تطرف وتشدد ما تحتاج إليه الدول المضطربة في الشرق الأوسط حاليا بحسب مسؤولين أمريكيين هو مساعدتها على استعادة استقرارها أولا لأن في ذلك تقليص لمساحة نشاط الجماعات المتطرفة في أراضيها وتقليص لفضاءات الترويج لخطابها رابح فلالي الحرة واشنطن اشتركوا في القناة